اهلا بحضراتكم بعد الفاصل كنت انا قلت لكم في البداية كلمت مع حضراتكم النهاردة معنا ضيف وضيف تقيل تقيل في اسمه تقيل في لعبه كان نموذج زي ما بقول للرأس الحربة اللي كان بيلعب لمنتخب مصر ووصل مصر لأولمبياد لوس انجلس سنة 84 وكان لعيب اي مدرد بيشوفه بيشبط فيه بيمسك فيه يقول لك هو ده النموذج كابتن جهري بس حظه كان وحش مع الكابتن جهري لما تعور وكان الكابتن محمد عبدالصريح الوحش لما وصلنا لوس انجلس وانا كنت موجود معاه في التيم كابتن علاء نبيل احنا سعداء بوجودك معنا الله يخليك اذا انا سعيد والله كله تمام كله تمام والله الحمد لله احنا متعودين في برنامجنا بنبدأ الاول بنقول للناس نشأة علاء نبيل كانت فين فيه ناس كنت بتلعب في الشوارع في الحواري بيلعب في الساحة بيلعب في نادي انت بدأت فين ككرة رسمية في ناس الشمس لا انت وانت صغير وانا صغير كان طبعا تنزل تلعب في الشارع تحت البيت تحت البيت او يوم الخميس بالذات ده مشهور او يعني خلص المدرسة تيجي ترحرام في كتب كلها انت كنت شاطر في المدرسة هتحك عليك ويقولك بس كنت شاطر لو قعدت زاكير زاكير زاكي يعني اه ايوة كان والد الله الرحمن يقول لي يابني حرام عليك كنت قعد ساعة الم الحاجات دي كلها اه تمام لكن مشكلة عندي باكنش بذاكر دي حيئة يعني بتلقط كده بس اه ولوالد لو كنت بقى تزنق ووعد كان والدي بقى يقعد جنبي تعالى اه لا اجنبي يقول لي حرام عليك اه فا كان بساعدوك في النزول لتلعب كرة في الشارع اه يوم الخميس يوم الخميس بس اه يوم الخميس ده يوم معالمي اه كان ليك فرقة وبتاع اه فرقة الشارع بتاعنا وبعدين نتفق الخميس ده هنلعب شارع الفلاني في الحتة طبعا كل مثلا تلت ساعة تلاقي عربية معدية اه كل تلت ساعة اي لقد ما فيش شارع تمشي فيها اه بس فا ده دكت البداية اه فتلتلعب في الشارع كده تريبا كم سنة يعني ما كطرتش سنتين ثلاثة يعني سنتين ثلاثة هلو انت بتلعب في الشارع كان فيه معاك انت شايف من وجه انتظرك كان فيه لعيبة عندها مهارة وممكن لعيب دوت يلعب في اي حتة في الاندية الكبيرة اه لا خالص لا لا انا 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 دايما اللي كان فرج علي كان يعني كنت نلعب علي مثلا جيران بيبص من البلاكونات بيبص بلاكونات اه بنت الجيران لا لا طيب طيب ماشي هنبدأ بس خلي بالك اللعب في الشارع ده جال كتير قوي طبعا ات عارف كافت من صفا يعني مثلا كنت عايز تتعدي من واحد عارف لعبة في الرصيف تتعابة في الرصيف وتاخدها من وراء لا بتعلي المهارة بتاعتك لانا مهريا اه يمكن انا وانت قليلين مهريا شويا انما معظم اللعيب اللي لعبت في الشوارع كلها انا ملعبتش الشارع كتير فكل الناس اللي لعبت في الشارع كانت لقى المهارة بتاعتها عالية جدا لاني كنت بتحط تحت ضغط حتة صغيرة في الرصيف وتجيله مع واحد واش عارف يروح بيبي يعدي منه وكنت ملعب بالكويتش بتاعت باتا بتاعت زمان دي البيضة اه ولازم تبقى بيضة او كده اه بزبط كده واندينها تبشير في كارتونة كده كنت بقى لما كنت فرحان انا راح اجيب واحدة والله ايام جميلة كنت نسه واحكيها للولاد بقولوا ايام جميلة لو احنا كان عايش اه طبعا فقال لك يعني عرضين علينا عضويات عاملة في نادي الشمس ايه رأيوك اولاد بقولوا اريت انت كنت من سكان مصر جديد كنت بروح ان تتجالي على طول انما انت كنت من سكان مصر جديد اه من سكان مصر جديد على طول مصر جديد اه طبعا اه طبعا اللي يقعد فهمه يطلعش صح بس فالمهم تتعملنا العضوية تريبا في نادي الشمس اه في نادي الشمس كان اول يوم اطلعلي كندي بتاع النادي كان يوم شام النسيم كنت فكر كواسا وكان قابلي بيوم كان سنك كم سنة بقى اللي قد تتعطت 14 سنة كنت تعطني 14 سنة 14 سنة 14 سنة دخلت نادي الشمس دخلت نادي الشمس على طول دخلت على الفرقة ولا كان فيه اختبارات ولا فيه اي حاجة خالص خالص احكي لك قصة الظريفة جدا اه واحكي شام النسيم اه ام ام ايه دخلت بقى نادي الشمس بقى كان فيه ازه لسه ده جديد بقى كنت بخش قبل كده مع اصحابي يعني ايو ايه او مرة بقى خش وانا ايه معاك اتطمر ايه عشانش تكلم معايا اه فكان الملعب مليان متشاط متقسم هنا متشاط فهو اتفرج كده فواحد من الفرقة اللي انتفرج عليهم اتعور فمعاك لبسك انت سعيدة لا كنت بقى رايح اه اسبورت اه بس فالمهم فوليت واحد بيقول لي تلعب كابتن طوله اه العب هو من هنا من الفرقة اه بيقول لي تلعب معنا كابتن طوله اه العب اه نزلت طبعا يعني كنت مميز بصراحة يعني لقيت وانا خارج اه اولا مش هو انا خارج وانا في وسط المطش واحد بن دهلي مين بقى اللي بيهم دهلي ده كابتن اي حاكلاش اللي هو كان في النادي اللي هو اه ده مدرب دهلي ده لي فضل علي قال لي انت عضو في النادي قلت له اه قال لي انت بتلعب في حتة قلت له لا قال لي تيجي تلعب عندنا في نادي الشمس قلت له اي اه اه جي علعب طب انت قلت لي في بداية الكلام قلت له انت لعبت فاختت روح نادي الجلاء بلو لا بس ما علابتش انقرام الكاخوية اللي بيسه في نادي الجلاء اه كان اكوية اللي بيلعب في نادي الجلاء اه انا بقى كنت لسه يعني اه لسه صغير اه اه فا قال لي تلعب قلت له ايه بقى قلت له يا ريت قلت له قلعب معاك عندك السعداد بقى اه ما كانش بقى حتت بقى اللي انا استغناءاته وزا اهلي وزا مالي لا 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 النادي قال لي اه اه اجا لعب معك اه امام روحت بقى لبيت وفتعب فبقول للوالد كذا 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 وعايزينك عشان تقوم ديوت اه فاجي معايا ومضاني سهلك المعمورية من يوميها من يوميها عدت في نادي الشمسة دي ايه انا ماشي من نادي الشمسة كابتن مصطفى 81 كان سنة كم سنة اه 19 سنة 19 سنة اه بدأت يشارك بقى في البطولات اللي هي الجمهورية وقاهرة والكلام ده بقى كنت فترة نادي الشمس دي بقى منتخب قاهرة منتخب ناشئين اه كنت بلعب جميع مراحل السنية وانا صغير اه لاحظك حاجة انا كنت بلعب ساعة عشر صبح تحت 14 والساعة واحدة تحت 15 والساعة 17 تحت 17 الساعة 3 الساعة 3 والساعة يوم كنت بلعب على الفريق الاول كل ده في المتشات اه في المتشات متمرن امتى متمرن يوم الاربعة بالعافية يعني اه اللي انا اروح التمرين يوم الاربعة عشان خاطر العب يوم اللي جمعة اه وبعدين لما الولد لقاني ماشي فبدأ اسمحلي يوم الاربعة بالسهولة كنت الاول بلاقي معاناة يعني وكنت ماشي برضو في الدراسة كويس ولا لص لص اه كالعادة جاد والدوري وجبت جمجون ده دي المذاكرة بتاعتي اه اه خلصت يا ابني خلصت رحمة قفل الكتاب وطاير ما هو يعني فكننا مذاكرة بس انا قاعد بعمل الجاد والنادي الفلاني عنده كم نقطة والنادي الفلاني ومين جاب جون هنا وانا للدف هنا وانا مش عارف ايه وبتاع واللعب كذا اه بس بتحضر نفسك يعني اه موسيقى شكرا